مصر اختارت طول الوقت خلال 8 سنين الحلول التي تبدو هي الأكثر صعوبة لكن هي اللي تحل المشاكل من جزرها طيب تعالي نضرب مثل مصر عملت إيه في 8 سنين؟ يعني ده سؤال الحقيقة طول الوقت بيتردد ويتردد دائما وبالمناسبة طبيعي تردد النوع ده من الأسئلة في الأوقات بتاعة الشدة أوقات الأزمة فلما بيبقى فيه أزمات اقتصادية كل الدول كل الشعوب بتسأل حكوماتها هو أنتوا عملتوا إيه؟ إنتوا قدمتوا إيه؟ إنتوا مش عا... طيب تعالي نشوف على سبيل مثال مصر عملت إيه تحديدا في قطاع الطاقة مركز الإعلامي لمجلس الوزراء الحقيقة مشكورا دائما وأبدا عملنا الدراسة مفحصة محققة مرتبة ولخصهن في هيئة إنفو جراف أو تقرير معلوماتي يبدأ يسلط الدوق ويمكن من خلال السلسلة الرائعة والجميلة والشهيرة أين كنا وكيف أصبحنا بص يا سيدي أنا هحاول أخاص لك قدر الإمكان عشان ما أخدش من وقتك كتير بص جمهورية مصر العربية الجمهورية الجديدة لو تفتكروا إحنا كنا بنتكلم الأسبوع اللي فات مع وزارة الكهرباء إن إحنا من العجز العجز التام في الكهرباء إلى الفائد والحمد لله والشكر الله وبنصدر طيب يعني لما أبقى في حالة عجز وابدأ أصدر السؤال هو هل هذه تعتبر في اللغة طفرة؟ نعم إنها طفرة ما هو أنا راجل مفلس وعندي عجز يعني أنا مديون أنا مش عارف أحط أكل في البيت التلاجة فاضية عملت مجموعة من الإجراءات قدت إن أنا عندي بدل التلاجة اتنين وثلاثة وبقيت كمان عندي فوائض ببيعها يبقى أنا راجل شاطر مش المعادلة البسيطة بتقول كده يبقى الجمهورية الجديدة شاطرة يبقى اللي بيقود الجمهورية الجديدة عارف بيعمل ايه اتنين وثلاثة من عشرة تريليون جنيه إجمالي الاستثمارات المحقاقة في قطاع الطاقة من سنة 2014 بوس يا سيدي حضرتك كان عندك نسبة زيادة الاستثمارات العامة للبترول بترول خام وغاز طبيع خمسة وعشرين وثلاثة من عشر احنا هنا بنتكلم على أرقام مليارية أصبحت الكلام ده 14-13 خش على 21-22 هتلاقيهم بقوا 47 مليار يعني الزيادة 85.8 من عشرة في المين طيب زيادة الاستثمارات العامة في الكهرباء بالأخص كانوا 12 مليار بقوا 62 مليار هنا تعرف حجم المصيبة اللي احنا كنا فيها قبل 2014 المصيبة بمعناها الكامل والحقيقي محضن قحن لما في 8 سنين تعمل استثمارات في الكهرباء 413 تعرف ان البلد كانت متسلمة كهنة كهنة الله يسامح الجميع الحساب عند ربنا معادلات نمو ايجابية لقطاعات التقابوس معدل نمو قطاع الغاز والبترول كان المعدل بتاع النمو عندنا الحمد لله على كل حاجة كان بالسالب 4.4 من عشرة دلوقتي عندنا المعدل 21-22 1.7 من عشرة يعني انت زيت تقريبا 6% انه زيادة معدل نمو قطاع تكرير البترول كنا 2.4 من عشرة بقنا 8.7 من عشرة خش على الكهرباء بقى معدل نمو في قطاع الكهرباء احنا اشتغلنا بقوة لو تفتكر شفت احنا خادنا ايه استثمارات عامة شديدة الضخامة الزيادة فيها ك 413% وبالتالي انت زيتت بسرعة جدا الـ 4.8 من عشرة وبالتالي معدل نمو في قطاع الكهرباء هيوصل لمرحلة هيبدأ يبقى معدل نمو اقل اللي انت خلاص ما بقاش في عندك احتياج انت اللي احتياج المحلي بتاعك توفى وبقى فيه عندك فوائض وانت هتشوف ده انت بتصدر كهرباء واظن انت سمعت حاجات زي كده كتير بس هنشرح عليك فبقينا 4.3 من عشرة تعال ناخد الصفحة اللي بعدها نمو اثنين بوستسيدي مؤشرات انتاج وصادرات الطاقة تشهد تحولا ايجابيا ده الكلام اللي تفضل علينا به المركز الاعلامي المجلس الوزراء لكن تعال نشوف الارقام زيادة الانتاج من الغاز الطبيعي احنا زودنا او الانتاج بتاعنا زاد بشكل عام حوالي 32.18 كويس طيب بالمتر المكعب احنا كنا 52 مليار متر مكعب بقينا 69 مليار انا هنا بكلمك على 21.22 طبعا انا لو قلت لك الرقم بتاع مبيعات او صادرات الغاز بتاعتك فالفين اتنين وعشرين وتحديدا صادرات 11 شهر هتتخض خد بالك انت كنت صفر يعني هنا تفهم اللي تعمل في منتدى شرق المتوسط مش بس في الكشفات اللي تعملت في البحر المتوسط لا ومراكز تسييل الغاز فانت بقيت المركز اللي بياخد الغاز من كل دول المنطقة علشان يصدروا لاوروبا وللصين لا دي حدوتة جاية تعالى نسبة زيادة الانتاج المحلي من المنتجات البترولية زادت بحوالي 19.7% وعندنا سبع اضعاف زيادة في الطاقة المولدة من مصادر الطاقة المتجددة شمس ورياح فنصل الى 10.4 من 10 1000 جيجا وات ساعة في 21-22 ديه الفتوح ده كله القدرات الاسمية بتاعتنا اصلا زايدة 141.8 من 10% يعني تقريبا 142% طيب هل انت عملت اكتفاء ذاتي في قطاع الطاقة ايوا يا فندم 100% نسبة اتاحة الكهرباء لجميع الاستخدامات يعني احنا هنا بنتكلم على الاستخدامات المنزلية والاستخدامات العامة والاستخدامات الصناعية واي شكل من اشكال الاستخدام الانتاجي انت 100% الكهرباء بتاعتك محققة ذاتيا 2018 تم تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغازة الطبيعي جاري العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية بنزين وسولار اقول الجملة الشهيرة اللي بقولها كل مرة اما ليه احنا كنا 30 سنة بنعمل ايه كنا قاعدين على الكرسي والبلد كهنى طيب تعالوا نشوف زيادة الصدرات البترولية بتاعتنا من 5 و 7 من 10 في 2014 ل 18 و 2 من 10 سنة 22 الزيادة قدقها مولانا 219 و 3 من 10 في مية تشيل الثلاثة دول عندنا بتوعي خليك في ال 219 طيب الطفرة في زيادات الغازة الطبيعي لا يوجد تصدير عام 2014 لاننا نحاول ان نلبي احتياجات السوق المحلي يا مولانا لا يوجد تصدير مفيش فينيتو لاموزيكا بخ سبها وخلع لكن في 22 ده اللي كنتم قولك عليه الرقم 11 شهر تحديدا عشان عارف ان الرقم ده مرتبط لحد نهاية رصد سنة نوفمبر 2022 تمانية واربعة من عشرة مليار دولار اللي بعده هنجري هنجري انا عارف يونس عايز نجري بسرعة طيب تحسين قدرات وامكانيات البنية التحتية لقطاع التقم انا علشان اقدر اعمل كل ده انا كنت محتاج بنية تحتية مزهلة كبيرة مهمة خلي بالك اكتر حاجة منورة قدام العالم ما تم انجازه في البنى التحتية المصرية في كل القطاعات نقل مواصلات طاقة صناعة تطوير عقاري مدن زراعة مواني حزم للتصدير الاخ هنقعد نشوف مع بعض بس خيني هنا المرة دي قطاع الطاقة زيادة نسبة ساعة محطات محاولات الجهد الفائق زايدة بنسبة 96.3 ده معناه ان احنا يعني لو شدنا كنا سنة وبقينا 100% ده معنا ان احنا كنا تقريبا ان كاد نعيش في عصر مظلم لو انت محتاج ترفع الزيادة المية في المية دي لها تقريبا 100% حبتكلم على اكتر من 96% ظلام نيجي بعد 2014 نغير كل ده طيب زيادة اطوال شبكات النقل الكهرابي الجهد الفائق والعالي زايدة بنسبة 28.7 من 10 طيب تنفيذ شبكات توزيع الغاز الطبيعي 28% زيادة في التنفيذ كنا الاول عندنا 26 ألف كيلو بقين 34 ألف كيلو متر شبكات غاز طبيعي طيب وخطوط الأنابيب اللي بتنقل الزيت الخام والمنتجات البترولية زي ده 16.7 من 10 زيادة خطوط ده معناها زيادة امتاج ده معناها زيادة اما من الاكتفاء المحلي او زيادة في الصادر صح ولا ايه ما هي الأرقام ما فيهاش هزار الأرقام دي عيانا بيانا موجودة عند كل العالم ويدققها العالم ما فيهاش هزار نسبة زيادة واستودعات تخزين الزيت الخام والمنتجات البترولية زودناها تقريبا 20% طيب تعالي ناخد اللي بعده احنا فاصل ولا هناخد اللي بعده فنكمل أربعة 355 مليار جنيه تم استثمرهم في مشروعات انتاج الكهرباء اللي تم التنفيذ فيها بص بقى يا مولانا محطات الدورة المركبة العملاقة لتوليد الكهرباء اللي نفذتها شركة سيمينز فين؟ البورولوس العاصمة الإدارية بني سويف إجمالي الاستثمارات في الثلاث محطات ستة مليار يورو يا مؤمن عملنا بيهم قد ايه عملنا بيهم 14400 ميجاوات طيب تعالي نشوف المحطات بقى اللي تعاملت فيه كهربة غرب قسيوت وكهربة عتاء 3636 ميجاوات ب47 مليار جنيه مش يورو يعني الأولانية ستة مليار يورو طيب تعالي نشوف مجمع بينبان احنا بمتكلم في تكلفة استثمارية للمجمع 2 مليار دولار طيب القدرة بتاعت هذا المجمع اللي بيعد أكبر مجمع في مكان واحد في الشرق الأوسط وإفريقيا 1465 ميجاوات 3 محطات لإنتاج الكهرباء في جبل الزيت طيب التكلفة 580 مليون يورو طيب القدرات 580 ميجاوات اللي بعده انت شايف كل حاجة قد عملها بتزيد قدرات معدلات انتاجية للطاقة عملها بتزيد إلى أخيره طيب مشروع محطات الضخ والتخزين اللي في جبل عتاء 2.7 مليار دولار طيب وقدرة المحطة 2400 ميجا طيب تعالي نشوف طاقة الرياح في خليج في خليج السويس العقد اتعمل بأربعة وثلاثة من عشرة مليار يطلع 250 ميجاوات طاقة نظيفة الضبعة النووية بدء أعمال الصب الخرصانية الأولى للوحدة النووية الأولى لمحطة الضبعة 4800 ميجاوات مصر منورة مشروعات الهيدروجين الأخضر 85 مليار دولار استثمارات أجنبية لتسع اتفاقات إطارية تم توقعها في مجال الطاقة المتجددة في شرم الشيخ كاب 27 طب والطاقة الشمسية تحت الإعداد 1170 ميجاوات محطات شمسية وخلايا فوتو فولت فوتو سالز مشروعات طاقة الرياح تحت التطوير 1700 ميجاوات في خليج السويس هي البلد دي طول الوقت هتفضل تجري كده ستة دي بتجري على شمين فين ست بتجري على شمين بتجري عشان خطر حضرتك ليس إلا عشان خطر المواطن عشان خطر اقتصاد المواطن عشان خطر دخل المواطن فين يا يوسف بص هو في حلين يعني اشتغل على قديم والتلاتين سنة إياهم وتعيش موهوم يعني اشتغل بجد خلينا نشتغل بجد كفاية وهمة بقى أهم مشروعات انتاج الغازة الطبيعي ظهر 15.6 مليار دولار تكلفة اقتصادية للمشروع 2.5 مليار قدم يومي معدل انتاج المشروع شمال اسكندرية وغرب الدلتا 9.3 مليار دولار حوالي 5 تريليون قدم مكعب نورس 290 مليون دولار حوالي 1.1 مليار متر مكعب يومي ضخ تعالي نشوف الزيت بترول يعني مشروع اعادة الانتاج من حقل هلال البحري في خليج السويس استثمارات كانت حوالي 234 مليون دولار والانتاجية بتاعتنا المضافة للمشروع 5000 مليار يومي تنمية حقل مخ مخمل ازوم صحي كده وده بترونيما ده 180 مليون دولار استثمارات علشان نزود 6 ايه ده يا فنم مخمل اه صح طيب وينتج لنا تقريبا حوالي 6000 برميل يوم عندنا فيه ارصفة بحرية في حقول الشركة العامة انشاء اربع ارصفة الشركة العامة للبترول 134 مليون دولار علشان نقدر يبقى فيه عندنا 10.5 الف برميل زيت يومي انتاج من هذا المشروع ابرز مشروعات قطاع الطاقة خلال 8 سنين تكرير وبيترو كيمويات لا ده نبقى اقعد احكي لك على مصفة الشركة المصرية للتكرير في مسترد دي 4.3 مليار بتاع مجمع انتاج البنزين عالي الاكتين في اسكندرية ده 3.5 مليار دولار كله دي تكليف استثمارية مش انت بتسأل عايز تعرف حقك يا اخي وانا لازم اقول لك الله ومجمع انتاج السولار اللي في اسيوت ده 2.9 مليار دولار طيب توسعات مصفة تكرير ميدور في اسكندرية جاري العمل بيها بـ 2.4 مليار دولار طب مجمع انتاج البنزين في اسيوت ربعمية وخمسين مليون دولار طب موبكو اللي في دومياط 2 مليار دولار اثيديكو في اسكندرية 1.9 مليار دولار انتاج الالواح الخشبية متوسطة الكثافة احنا بنتكلم في 248 مليون يورو ده اللي هو بتاع الـ MDF اللي احنا بنستورده كنا من بره ده مشروع انتاج مشتقات الميثانول 119 مليون دولار بتحسب انت ولا احسب انا انا هسيب لك الحسبة ما هو الحلقة هتليها على فيسبوك وعلى يوتيوب واتبقى عيصة احسب شوف حجم الاستثمارات اللي تضخت وشوف العائدات طيب ايه اللي بعده اي حد يقولك وفيدي العائد قلو 8.7 مليار غاز بس بتصدروا مين الغاز قلو لا دي حاجة بسيطة يعني ممكن منها دول في الاتحاد الاوروبي زي مثلا اسبانيا ودولة زي تركيا ودولة زي الصين ويعني الكويت بتستورد مننا غاز بالمناسبة انا ممكن ادي لك الارقام دلوقتي اذا عايز طيب 29% زيادة عدد مشترك الشبكة القومية للكهربا لان انا وصلت كهربا يبقى عدد المشتركين بيزيد ده طبيعي عدد المشتركين ما يزيدش لو انا المناطق عندي مش وصلها كهربا منزلية احنا كنا 31 مليون مشترك بقينا 40 مليون مشترك يعني زيادة 9 مليون عدد 9 مليون عدد يعني عمليا السنة عملالها حوالي مليون ومئة الف عدد جديد طفرة في تركيب العددات الكهربائية العددات الكهربائية المسبقة تدفع بقى لها الجديدة الحاجة اللي هي اما جديد خالص اما بنستبدله ونجيب العدد الجديد تخيل يا راجل زمان احنا كنا نص مليون بس بقينا 14 مليون والله حلو ده طيب عددات الغاز مسبقة تدفع 17 مليون عدد يعني توصيل الغاز الطبيعي للمنازل والمخابز وتوزيع استوانات المتجاز ليه؟ لان انا قادر ان انا اوفي كل الاحتياج المحلي طيب نسبة زيادة عدد الوحدات السكنية اللي تم توصيل الغاز الطبيعي لها عارف الزيادة كم في المية؟ اقول لك ولا تقول انت؟ اقول لك 156 لا 145 في المية و 6 من 10 طيب احنا كنا كم بالرقم يا يوسف كنا 5 و 7 من 10 بس فقط لغير مليون وحدة يعني بقينا 14 مليون ما شاء الله دي حاجة لطيفة خالص طيب ملاحظ اني مفيش ازمة في استوانات المتجاز بتاعت زمان ليه؟ لان انا بقى عندي 257 مركز جديد مصر ما كنتش هتقف تتفرج على الناس بتضرب بعض عشان قبوبة المتجاز مصر ما كنتش هتقف تتفرج على اللي حصل لو تفتكر في 2009 ايام الناس اللي كان بتتغز في طوابير العيش صح؟ او ايام الاخوان بقى طوابير الغاز طوابير البنزين طوابير العيش حدثوا الى حرج يعني 9800 822 مخبز تم توصيل الغاز الطبيعي ليهم بص بقى حصلت كمان طفرة مذهلة جدا لان احنا في 2020 لحد دلوقتي في 334 مخبز طيب عدد العربيات اللي تحولت بالغاز الطبيعي زادت بنسبة 131.10 قول 132 في المية انت متصور يا خبرة بيض ايه ده محطات اللي بتمون 900 محطة محطات اللي بتحول تقريبا حوالي 130 محطة تعال ناخد رقم 9 انا فاضلي كم دقيقة كده عشان بطول جهود الدولة لتحويل مصر لمحور للربط الكهرابي بين القراط هل مصر تتحول الى جهة للربط اه يا فندم تتحول لجهة الى الربط الكهرابي ما بين القراط انهي قراط يا يوسف افريقيا اسيا اوروبا طب وهو انتوا في مصر تقدروا تعملوا ده يوسف فانا هسألك احنا في مصر هو مين هو انت مش معانا في مصر ولا ايه ده مصر ام الدنيا اخي اه احنا المصريين مش نقدر نعمل كده واحنا عملنا كده انا هقولك الحاجة لطيفة واللي كان بالنسبة لي مستغرب ومدهش وشعرته بمرارة ما في واحد راجل خواجة كان عمل فيديو والله العظيم عمل فيديو لطيف جدا شفته انا على تيك توك والله العظيم مهزر الراجل بيقول بالزبط كده راجل اظنه امريكاني او حاجزاكن قال المصريون مصممين دائما على ان هم يبهروا العالم ليس فقط بالاهرامات او باثار مصرية قديمة وانما بالمنجزات الحالية ان والله والله بتاع ده هتلقو على تيك توك وكان منتشر من كم اسبوع يعني انا تصدمت يعني قلت الله يعني تيجي من راجل الخواجة وما تجيش مني وبعد شوية بتعاملت بايجابية مع الموقف بمنطق خليك ايجابي فقلت طب الله حلو ان الكلام ده وصل للجماعة الاجانب يعني هم اللي بيتكلموا عنه بتعجبني ساعات الحاجات دي قالك المصريين في 8 سنين الرجل قاعد يتكلم على زيبط رقعة الزراعية وقاعد يتكلم على موضوع الربط الكهرابي وقاعد يتكلم على البنية الاساسية اللي حصلت في مصر وقاعد يتكلم على شبكة الطرق المواصلات الشبكة قمية طرق المواصلات وقاعد يتكلم على اسمه ايه ده المحفزات الاستثمارية اللي بتتعمل لجازب وقعد يتكلم على المدن الجديدة قعد يتكلم على المطارات والمواني الجديدة اللي عملتها مصر الراجل قعد يتكلم على أبو إير دي أسطورة حدوتة اتقل على الرز لما يستوي والله والله لتجد العالم بيحلف بينا مش بس على كل الحاجات اللي عمت في الثامن سيئة اللي فاتوا أبو إير دي لوحدها دي أنا بقى شفت عليها فيديوهات دي بقى مش ملحمة عرف أنت يا جماعة يقولك The Odyssey ملحمة شيء يخض ما تعمل زيه طيب ها ابقى روح كده وغرب ناحية أبو إير شوية لا شرق ناحية أبو إير شوية لو تحب تطلع أسكندرية والسحل الشمالي تعالى نروح الربط الكهرابي ما بين مصر والسعودية بنتكلم في 3000 ميجاوات قدرة خط الربط المستهدف استثمارات واحد وتمانية من عشرة مليار الربط الكهرابي ما بين مصر والأردن 450 ميجاوات 3000 ميليار وات ساعة إجمال الطاقة المصدرة إلى الجانب الأردني من سنة 2015 عظيمة يا مصر الربط الكهرابي ما بين مصر وليبيا 150 ميجاوات قدرة خط الربط وتم الانتهاء من إنشاء الخط الكهرابي برج العرب مرسى مطروح بجهد 500 كيلو فيه دي أنا مش عارفها أنا مصطلح كهرابي ده كيلو فيه إيه ده مش عارف مهم يعني ليتم الاستفادة منه فولت كيلو فولت شوف هنا عطايا أكيد خارج هندس برافو عطايا ليتم الاستفادة أنا مش هتكلم على تجربتي في هندس ليتم الاستفادة منه لتدعيم الربط المصري الليبي الربط الكهرابي اللي ما بين مصر والسودان الشقيق 80 ميجاوات هي قدرة خط الربط من بداية تشغيله تشغيله خد بالك في إبريل 2020 300 ميجا قدرة خط الربط بعد الانتهاء من تركيب المهمات الكهربية اللازمة يعني هنخلص كل حاجة وصلنا لـ 300 بدل 80 الربط الكهرابي اللي ما بين مصر وأبرس واليونان السلاسي المتوسطي الرائع 3000 ميجاوات قدرة خط الربط المستهدفة وجاري دراسة سيناريوهات مختلفة لاختيار الأنسب منها فنيا واقتصاديا لتنفيذ خط الربط بشكل نهائي ينهى ربيض 3000 ميجا جهود الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتدول الغاز احنا بنتكلم في حوالي 15 مليار جنيه تكلفة التوسعات في الشبكة القومية لنقل الغاز الاتفاق مع أبرس في سبتمبر 2018 لإنشاء خط النبيب بحري لنقل الغاز من حقل أفروديت القبروسي أو أفروديتي لمصنع الإسالة في مصر وبعد كده يعني الغاز القبروسي يجي لمصر أعمل له عملية تسهيل قيمة مضافة وصدر أنا كسبين فلوس محطة الإسالة اللي في إيدكو سبعة واثنين من عشرة مليون طن سنوي هي القدرة الإنتاجية لوحدتين الإسالة في إيدكو المحطة بتشمل ميناء لتصدير الغاز المسال بالمناسبة ستة واربعين شوحنا بالفعل تم تصديرهم من المحطة بإجمالي تلاتة مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنة عشرين اتنين وعشرين تعالى نروح على دميات أربعة وثمانية من عشرة مليون طن سنويا قدرة إنتاجية وتم إعادة التشغيل في يناير واحد وعشرين بعد توقفها عن العمل منذ عام عشرين اتناشر طيب صدرنا قد إيه سبعة واثنين من عشر مليون طن حتى هذه اللحظة ومنذ إعادة التشغيل وده لحد نهاية يناير عشرين تلاتة وعشرين مصر هي اللي فكرت في إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط ده كنا في أكتوبر عشرين طمانتاشر تم توقيع اتفاقات لترسيم الحدود البحرية ما عندنا في سبتمبر 2014 تم توقيع اتفاقات ترسيم الحدود البحرية مع أبرص إبريل 16 وقعنا ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية أغسطس 2020 وقعنا اتفاقات ترسيم الحدود البحرية مع اليونان وبسبب كل ده كل ده زادت صادرات الغاز من مصر ودول شرق المتوسط لأوروبا من خلال مصانع ومراكز التسيل زي إيدكو وزي ضميات في جمهورية مصر العربية ولما كانش كل ده تعمل كنا رحنا ده فين طيب تعال بسرعة على ردود الفعل العالمية في السريع جدا أوي خالص ده التحسن في المؤشرات الدولية للطاقة زي ما حضرتك شايف عندنا 44 مركز تقدمتهم مصر 5 مركز تقدمتهم مصر في مؤشر التحاول الفعال في الطاقة 34 مركز في مؤشر الطاقة العالمي يعني إلى آخره كل دي تحسن في المؤشرات الدولية للطاقة عندنا نمرأ 12 آه بص بقى النظرة الدولية كنا تبقى لمجموعة أكسفرد للأعمال من المرجح أن يظلق قطاع الطيار الكهرابي جزء من الحياة اليومية نفس المجموعة أكسفرد للأعمال هم اللي قالوا الجهود اللي قامت بيها مصر من 2015 والاستثمارات الضخمة في قطاع الطاقة المتجددة تؤدي لزيادة أمن الطاقة والسماح للحكومة بتلبية الاحتياجات فتش كانت بتقول الاستهلاك المحلي المتزايد وقلة الاستثمارات بتنبئ بتوقعات سلبية لكن نفس الوكالة فتش هي اللي قالت مصر تمتلك احتياطات كبيرة من الغاز الطبيعي تؤدي إلى زيادة مضطردة بالاستثمارات الأجنبية بجانب زيادة طاقات التكرير اللي بتسهم في الحد من حاجة مصر الاستيراد من المنتجات النفطية أما الوكالة الدولية للطاقة فقالت علينا زمان مصر مستورد للنفط وترجعت صادرتها من الغاز الطبيعي بسبب ارتفاع الطلب المحلي وفشلت قدرات توليد الطاقة في مواكبة الطلب المتزايد مما أدى للانقطاع المتكرر للطيار الكهربائي لكن الوكالة الدولية للطاقة رجعت بعد كده وقالت بعد اللي احنا قمنا به وقامت مصر بتنفيذ عدد من الإصلاحات بقطاع الطاقة أدت إلى زيادة كبيرة في الاستثمارات اللي عززت انتاج الكهرباء على مدار السنوات الماضية وبكده ضمنت استقرار الإمداد بجميع أنحاء البلاد أما البنك الدولي فقال علينا مصر لديها نظام غير فعال لدعم الطاقة وله العديد من الآثار الضارة بالاقتصاد ده اللي عملته الثلاثين سنة العجاف لكن في ثمان سنين البنك الدولي قال سهمت إصلاحات قطاع الطاقة في تعزيز الصادرات المصرية من الغاز الطبيعي وعززت من إمدادات القطاع الكهربائي إيه رأيك؟ يعجبك الكلام ده ولا ما يعجبكش؟ شوف الوكالة الدولية للطاقة الزرية بتقول تعتبر مصر من الدول اللي بتعاني من محدودية مواد الطاقة رجعوا قالوا تسمي استراتيجيات الطاقة المستدامة حتى عام الفين خمسة وتلاتين تسعى أسف مع أنه مش شايف كويس إلى تنويع مصادر الطاقة ده استراتيجيات نحن وضمن أمن الطاقة واستخداماتها إلخ 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 وقالوا أن مصر تصبح أو أصبحت نقطة محورية على خريطة الطاقة التي تربط ده الوكالة الدولية للطاقة التي تربط ما بين قرات إفريقيا وآسيا وأوروبا بلومبرج زمان قالت من المقرر أن تصبح مصر وهي الدولة المصدرة للغاز الطبيعي لمختلف الأسواق لتتحول مستوردا للمرة الأولى في وقت تشتد فيه حاجة البلاد لشحنات الطاقة لإنعاش اقتصادها المضطرب بلومبرج بعد كده وقالت بسبب اللي عملناه كلنا في 8 سنين ستنتعش الصادرات المصرية من الغاز المسال بفضل إعادة تشغيل محطات الإسالة والتي ستساعد مصر فيه أن تصبح مركزا للتصدير إلى أوروبا